لكن أقدر ترحيب بك سيد سادلر سيد سادلر الآن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال بأن بنيمين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيل لم يفعل ما يكفي للمضي قدما في هذه المفاوضات ما هي دلالات هذا التصريح وخاصة بأنه تصريح غير مباشر هو ليس بالتصريح المباشر فيما يتعلق بعرقلة نتنياهو الحقيقية للمفاوضات ولكنه أثار حفيدة نتنياهو ما هي الرسالة التي يريد أن يوصلها جو بايدن لنتنياهو إنه سؤال جيد وشكرا لك على الاستضافة مرة أخرى في هذا البرنامج إن الرئيس بايدن وتصريحاته تحاول أن تضع كل اللوم على نتنياهو في هذا الوقت وأن يقوم بهذا بشكل علنا هذا بالطبع لا يحرك في تقدم المفاوضات تباً إن تصريحاته في الواقع هي غير مفيدة بعدة تقييمات وبعدة وجهات النظر هنا في العاصمة واشنطن بالطبع إن المصلحة الوطنية للولايات المتحدة وحتى لهذه الإدارة المتواجدة حالياً ولكن أيضاً التي تشارك مع إسرائيل هو أن لا تتقرر طبيعة هجمات السابع من أكتوبر وأن لا تستمر حماس في التواجد في غزة هذا بالطبع أمر يجب أن يصل إلى النهاية ليكون هناك فرصة مستقبلية أفضل للفلسطينيين ليكونوا في وضع أأمن وبالطبع لزالة الأمور الخاصة بالاتفاقيات واضحة ولكن الرئيس بايدن ورئيس الوزراء نيتانياه لديهم علاقة معقدة بالعودة إلى ثنوات سابقة لذلك في بعض المستوية يمكن أن نظنها عدوة شخصية أو أيضاً عدوة سياسية حين يقوم الرئيس بعمل هذه التصريحات نيتانياه في شخصه ليس ضد إسرائيل هذا يتعلق بالسياسة الداخلية هنا